في صيف عام 1997 حطت مركبة ناسا الاستكشافية على سطح المريخ وبدأت بإرسال صور مذهلة ورائعة إلى الأرض ولكن بعد عدة أيام حدث شيء مهول انقطعت عملية الإرسال ونتيجة لذلك توقفت المركبة ولكنها أبقت على عمليات التشغيل فيها وفشلت في أداء عملها الأهم ما الخطأ الذي حدث؟ تبين أن هناك فجوة في جدول عملها كل نظام عمل يتضمن ما يدعى بالجدول والذي يخبر وحدة المعالجة المركزية بالزمن الذي يجب أن تستغرقه في أداء مهمة ما قبل التبديل وعلى أكمل وجه يقوم الحاسوب بالانتقال بانسيابية كبيرة ما بين مهامه المختلفة ويهم الحاسوب بأنه يقوم بكل شيء بشكل متزامن ولكننا نعرف ما الذي يحصل عندما يحدث خطأ ما وهذا يمنحنا على الأقل شعورا بالمواساة حتى الحواسيب من الممكن أن ترتبك أحيانا ربما دراسة علم الحاسوب وجدولته يستطيع أن يمنحنا حلولا لمعاناة البشر مع الوقت أولى الأفكار هي أن كل الوقت الذي تستغرقه في ترتيب أولويات وظائفك هو وقت لا تستغرقه في أدائها على سبيل المثال عندما تتصفح بريدك الوارد وتشاهد جميع الرسائل مختارا أكثرها أهمية بعد أن تقرأها فإنك تعاود الكرة يبدو ذلك معقولا ولكن هناك مشكلة هذا ما يدعى بالخوارزمية من الدرجة الثانية إذا كان صندوقك الوارد يحوي ضعف الكمية فإن هذه الخطوات ستستغرق ضعف الوقت بالإضافة إلى أنك ستقرأ ضعف الكمية أيضا وهذا يعني أربعة أضعاف من العمل مبرمجون نظام التشغيل لينيكس واجهوا مشكلة مشابهة في عام 2003 كانت لينيكس تقوم بترتيب كل مهمة من مهامها حسب الأهمية مستغرقة أحيانا وقتا أكثر في ترتيبها بدلا من أدائها كان الحل المبتكر من قبل المبرمجين يقضي بالتخلي عن كل عملية الترتيب لصالح عدد محدود من مجموعة الأولويات الطريقة كانت أقل تحديدا لما يجب فعله تالية ولكنها زادت عن تعويض ذلك باستغراق المزيد من الوقت في إحراز التقدم بالنسبة لرسائلك الإلكترونية فإن الإصرار دوما على قراءة الأكثر أهمية أولا قد يؤدي للانهيار إن صندوقا واردا يحوي ثلاثة أضعاف ما يحويه في العادة قد يستغرق تسعة أضعاف الوقت اللازم من الأفضل لك أن ترد حسب الترتيب الزمني أو حتى بشكل عشوائي إنما يثير الدهشة أن التخلي عن أداء المهام حسب الترتيب الأمثل قد يكون أحيانا سببا لإنهائهم فكرة أخرى تم استنتاجها من طريقة الجدولة في الحواسيب لها علاقة بواحدة من الصفات السائدة في الحياة العصرية وهي المقاطعة عندما ينتقل الحاسوب من مهمة لأخرى فإنه يقوم بما يسمى بتغيير المحتوى بحيث يحتفظ بما وصل إليه في مهمة إنما مخرجا البيانات القديمة من ذاكرته ومدخلا البيانات الجديدة كل من هذه العمليات يسبب كلفة تكمن الفكرة هنا في وجود تنازل أساسي ما بين الإنجاز والاستجابة أداء المهام الهامة يعني تقليل التغيير بين المحتويات ولكن أن تكون مستجيبا هو أن تتصرف دوما عندما يطرأ شيء ما هذان المبدآن أساسيان في حالة الضغط التعرف على هذا الضغط يمكننا من أن نقرر أين نريد أن نحقق هذا التوازن الحل الأوضح هو تقليل المقاطعات الأقل وضوحا هو تجميعهم إذا لم يتطلب إشعارا أو رسالة إلكترونية ما ردا بشكل عاجل بأقل من ساعة على سبيل المثال فإن هذا يمثل تماما كم مرة يجب أن تتحقق منه وليس أكثر من ذلك في علم الحاسوب هذا ما يعرف بتجميع المقاطعات عوضا عن التعامل مع المهام حسب ظهورها أوه تم تحريك المؤشر؟ ضغط مفتاح ما؟ تم تحميل المزيد من الملفات؟ يقوم النظام بتجميع هذه المقاطعات معا حسب الزمن الممكن أن ينتظر خلاله في عام 2013 تجميع المقاطعات أثمر تطورا ملحوظا في عمر بطارية الحواسيب المحمولة وهذا لأن تأجيل المقاطعات يمكن نظاما من التحقق من كل شيء على حدة ومن ثم إعادة إدخال وضعية الطاقة المنخفضة كما في الحواسيب يمكننا أيضا فعل ذلك ربما اعتماد طريقة مشابهة قد يمكننا نحن المستخدمين من استعادة اهتمامنا الخاص ويعيد لنا واحدا من أكثر الأمور ندرة في الحياة العصرية وهي الراحة على استعداد لمواصلة التعلم شاهد مقاطع الفيديو هذه إما لتحدي ما تعتقد أنك تعرفه أو لمعرفة المزيد حول ما لا تعرفه اشترك وابقى فضولية اشترك وابقى فضولية